حين نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك هو المنصة الأولى التي تخطر على بالنا. يخذن موقع فيسبوك كمية هائلة من بيانات المستخدمين. قد يكون موقع فيسبوك الموقع الوحيد القادر على جمع تخزين وتحليل هذا الكم الهائل من بيانات عن مستخدمين. ويستثمر أموالاً طائلة لتطوير هذه الكدرة عبر تعقب ملفات تعريف الارتباط، كوكيز وتطوير منصات التعرف على الوجوه إلى آخره. بحسب باحثينا لدى جامعة كيمبريج من شركة مايكروسوفت، عبر تحليل ألماط النقر على أعجبني، يستطيع موقع فيسبوك التوقع بدقة عالية حالتكم النفسية، استقراركم العاطفي، علاقاتكم العاطفية، آرائكم السياسية ومعلومات كثيرة أخرى. منذ نشأته، يعتمد نمو موقع فيسبوك جزئياً على البيانات الضخمة، فبات منتجاً للبيانات الضخمة، وسيستمر في استخدامها لزيادة نمو. اشتركوا في القناة